وقلنا مع الإمارات شاء من شاء وأبى من أبى عام مضى على انقلاب سقطرة الذي نفذته أدوات الإمارات ضد الشرعية بتواطئ مكشوف مع قوات الواجب السعودية ليصبح الأرخبيل رسميا خارج سيطرة الحكومة اليمنية ففي مثل هذه الأيام كان الأرخبيل على موعد مع مؤامرة حاكتها أبو ظبي ضد يمنية سقطرة لتصبح أجمل وأكبر جزر اليمن تحت سيطرة الميليشيا الانفصالية ومنذ ذلك التاريخ وسقطرة تغرق في أزمات عديدة فالخدمات متردية والمعيشة أصبحت عبءا ثقيلا على سكان الجزيرة المسالمين بفعل العبث والفساد الإماراتي المستمر في الأرخبيل والعبث الذي تمارسه الميليشيات التابعة لها أبو ظبي وبعد إخراج الشرعية وإقصاء سلطتها المحلية من سقطرة ما فتئت تمارس دورها الاحتلالي مستفيدة من صمت وتواطئ السعودية وتآكل أوراق الشرعية وفشلها في القيام بمسؤوليتها في الدفاع عن السيادة والوقوف في وجه حراف التحالف عن أهدافه فسقطرة اليوم مستباحة من قبل الإمارات التي فتحت الجزيرة للقادمين الغرباء فضلا عن قيامها باستحداث ثكنات ونقاط استخباراتية في أرجاء الأرخبيل وسط أنباء عن مساعي لمنح إسرائيل موطئ قدم في هذه الجزيرة الاستراتيجية أبناء سقطرة وبالرغم من حالة القمع التي تمارسها أدوات الإمارات إلا أنهم لا يخفون شوقهم لعودة الدولة وسلطاتها فهذا ما أظهره في أكثر من مناسبة معلنين رفضهم المطلق لتولي الميليشيا مقاليد الأمور في الأرخبيل ويبقى السؤال اليوم متى تعود الشرعية للأرخبيل لإنقاذ أهلها من براثن الميليشيات وعبث الداعمين لها وما مصير سقطرة وبقية جزر اليمن في حال انتهت الحرب اليمنية ترجمة نانسي قنقر